أرجع مع حضراتكم مرة تانية سيدة الرئيس النهاردة كان عامل اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور أيمان عشور وزير التعليم العالي اللواء أمير سيد أحمد مشار الرئيس للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهالة للسير القوات المسلحة مشار أحمد فامي المتحدث باسم الرئاسة تكلم على هذا الاجتماع تعلق بجهود الدولة تطوير منشآت خاصة بالتعليم العالي وسيدة الرئيس طلع على تطورات سير مشروعات خاصة بالجامعات الجديدة وإقامة العديد من الجامعات أيضا وزير التعليم العالي دكتور أيمان عشور طرح الخطة الخاصة بالتطوير القائرة التاريخية وتحديات خاصة بزيادة الكسافة السكانية في هذه المناطق وضغطها على المرافق الخاصة بالدولة تحدث أيضا سيد الرئيس وجه بموصلة الدراسات الخاصة والعلمية خطط المطروحة من كل الأوجه الأوجه للحفاظ على القيمة التراثية للمدينة التاريخية وأيضا تأسير حياة المواطنين ووصولهم للمرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء في هذه المناطق وأيضا الحفاظ أيضا على تكون في مناطق خالية من التلوث وربط أيضا عملية الربط ما بين المزارات الأسرية والسياحية وده في إطار أيضا تعزيز خطط الدولة الخاصة بالسياحة المحلية أو الأجنبية نتابع اجتماع السيد الرئيس عفتاح السيسي ثم فاصل وأستقبل ضيوفي الكرام كابتن أحمد المسلم كابتن وليد صلاحة اللطيف سيد أيمن أبو عيد شجع مصر شجع منتخب مصر عندنا بكرة مبارات الافتتاح بكرة ساعة سبعة بإذن الله تعالى بتوقيت القاهرة أمام منتخب موزنبيق يا رب النصر دايما لمصر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيدة الكثافة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات وزيدة المساحات الخضراء بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث فضلا عن رفض المزارات الأثرية والسياحية في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية